هتنتقل مع السامبوزيوم أول سامبوزيوم فاركو هتقدم لنا دكتورة ولاء أنور Diabetic Brewer Neurobacy Management تفضل يا دكتور الأول حقيقة أنا بشكر شركة فاركو جدا على وجودها معينا النهاردة ومن الشركات السابورتف جدا معينا دايما في مؤتمر ال Diabetic Food هنتكلم عن Diabetic Brewer Neurobacy ممكن احنا خدنا الصبح الوركشوب قال لنا الدكتور محمود سليمان قال لنا ازلق ال Neurobacy وإيه مشاكله وإزاي نعمل food screening in two minutes وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان ال Diabetes عندي incidence وال prevalence بتاع Diabetes بيزيد وكل ما حضرة في ال Diabetes هتلاقينا بدقنا بنفس هزي السلايد اللي هي بتدينا تشاؤم ره يبقى وان سنة 2045 هيبقى عندي اكتر من ضعف المعينين الموجودين حاليا عندهم ال Type 2 Diabetes ال Diabetes مشكلة تانية اللي بتواجهنا هي هنا عندنا في مصر ان احنا كنا يمكن رقم عشرة ودلوقتي بقينا تسعة وبردكت ان احنا نبقى رقم تمانية على العالم في ويكوننا مثلاً عشرة مليون دلوقتي وصلنا بعد 100 مليون صحة الخمستاشر مليون واحد عنده ال Type 2 Diabetes والمشكلة الأكبر في العدد كبير من المورتاليتي نتيجة اللي هي ال Diabetes والكارديو فاسكولر انسلت ال Diabetes مشكلته دايماً في الكمبليكيشن عشان كده احنا لما بنقول نعمل تصبيت سكر بسرعة لازم ده مهم عشان تبريفينت الكمبليكيشن كلكم عارفين ان الكمبليكيشن بتاع دايبيس معظمها بيسموها فاسكولر كمبليكيشن ايزر المايكرو فاسكولر اللي هما الأوباسي ريتينوباسي نيروباسي النفروباسي أور الماكرو فاسكولر اللي هما كارديو فاسكولر ديزيز او البريف أرتيال ديزيز او الستروك وغيره وبالتالي يبقى انا عندي كمبليكيشن كتير جداً ممكن تحصل معظم الكمبليكيشن فاسكولر اللي بقى عندي state of fiber glycemia بتعملي endocelial dysfunction بيزيد حاجة اسمها advanced glycation endoproduct ده بيعمل لي طبعاً apoptosis في النيورال سيل ويعمل لي demyelination في النيوروباسي بيزيد حاجة اسمها البروتين كاينيسي ويزيد state of inflammation وفي النهاية يبدأ يحصل لي الكمبليكيشن of diabetes لو تكلمنا عن نيروباسي مبارح كان الدكتور صلاح سأل هو البرسنتج بتاعته كام قالوا ان هو تقريباً 60% من العينين اللي عندهم دايبيتس بيبقى عندهم نيروباسي و87% من العينين دايبيتس بيبقى من cause is neurobusy وطبعاً المشكلة الكبيرة ان عندي طبعاً من 50% من العينين اللي هما موجودين في المستشفى بيبقى المشكلة عندي ايه؟ الدياباتيك فوت بتبقى cause of admission الدياباتيك فوت والارقام المرعبة بتاعتها كل 30 ثانية وكل 20 ثانية بيحصل وبالتالي الدياباتيك فوت بروبلم كبيرة جداً دلوقتي العين بيعمل بيبقى عنده double risk of mortality اكتر حتى من العينين اللي عندهم ماليجنانسيز وبالتالي مهم قوي اننا تبريفنت this complication ابريفنت ازاي ان انا عمل early screening اي عيان سكر لازم اعمله screening للفوت حتى لو كان العيان ده asymptomatic ومعندوش اي سيمتمز ولا بيشتكي لازم لان احنا ممكن نكتشف ان العيان عنده neuropathy وهو الاسف ما عندوش presentation لكن احنا عارفة ان الاغلب بيبقى عندهم النيروباسي جبين في سيمبل ميسود زي ما قال الدكتور محمود هنعمل حاجة اسمها المونوفيلمنت والبرشر سيمتم هو من اهم السيمتمز اللي هي prediction للفوت ulceration ابس انتو منوفيلمنت sensation بيديني 6-fold increase the risk for neuropathy المونوفيلمنت ليه اماكن تلاتة بنبقى عارفينهم ودول من اهم الاماكن اللي بنعمل بيهم screening للبرشر بعد كده يجي على طول vibration sensation وقلنا ازاي بنعملها وازاي الوي السليمة والاعيان لو مش حاسس بال vibration في بعد كده جهاز اسم البايسيزيومتر اللي هو ممكن يأسس كمان degree اللي هو حاسس بيها قد ايه هل فيه prevention neuropathy early prevention طبعا مهم اذا بشيالي كل الدراسات اللي اتعملت قالت ان early intensification وان انا اوصل للglycemic control واحنا خدنا مبارح محاضرات كتيرة قوي عن الdiabetes وازاي اوصل للglycemic control كل ما ازبط السكر بدري في العيان نيولي دياجنوز كل انا ما بريفنت neuropathy وكل اللي هي especially الميكروفاسكولار ممكن اعمل لها prevention لكن لحظوا حاجة غريبة قوي لحظوا ان الجليسيم فيه discrepancy جامد قوي ما بين العينين type 1 و type 2 ديابيتس لو ان الجليسيمك control في type 1 بيحسن neuropathy جين اللي بيحصل في عينين type 2 ديابيتس وبالتالي هي دي issue لسه بيبدأوا يفكروا فيها ليه discrepancy ده موجود عشان كده بدأوا يفكروا دلوقتي هل احنا ممكن يكون الميديكيشن ممكن تكون هي السبب في المشكلة النيروباسي برضه في type 2 ديابيتس بدأوا بعد كده يقولوا الواطز الديابيتك نيروباسي ديابيتك نيروباسي احنا دايما كن يقولونا ان الديابيتك نيروباسي is mainly sensory و 75% من العين اللي عندهم نيروباسي بيجي يشتكيلك من البين باشكاله المختلفة اللي هي بتاغونيز اللي بتقلل quality of life وبتعمل sleep disturbance الكلاسيفيكيشن عندي انواع كتير جدا ممكن يبقى الموتور ممكن يعمل deformity اللي هو بيعمل lack of sweating و dryness و crackles او ممكن على اساس site of nerve injury ممكن يبقى focal مالتي فوكل او ممكن يكون والديزيز ممكن يكون وساعات بنلاحظها كتير في العينين اللي احنا بنبدأ لهم انسولين كديد فيه العينين يحصل لهم انسولين induced neuropathy وبيبقى اكيوت او ممكن يبقى زايد ديابيتك نيروباسي المشكلة عندي في النيوروباسيك بين عشان انا اقدر احسنه ويبقى عندي اهم حاجة ان انا عشان ابدأ الاول اشخص العيان ان هو ديابيتك نيروباسي لان اندي اذر كوزيس ممكن تبقى موجودة تاني حاجة هشوف بقى اعمل وبعد كده اشوف الكاركترستيك بقى بتاعت البين دي شكلها ايه على اساس ده هبدأ احدد المانجمنت عشان كده هتلاقي الديابيتك نيروباسي اشكاله ممكن يجي بلارج فايبر لارج فايبر هو السمول فايبر اكتر نوعين سمول فايبر اكتر هو هو العين اللي بيشتكي من رجله ومن القلم الشديد اللارج فايبر بالعكس بيمين على ناحية والبين بتاعه بيبقى على شكل وبيبقى معي اكتر موتور افكشن او انكل رفلكس بيبقى في بعد كده عندي البروكسيمال اللي هو الاميوتروفي وده بيبقى كومان بيحصل بروكسيمال ويكنس اند ويستينج واكتر مع الطيب او طيب 2 ديابيس ممكن يبقى كيوت او كريني المونيوروباسي وممكن يبقى طبعا انترابمنت نيروباسي زي الكاربلطانل والمترسل سندروم السيمتومز هي مين اللي بتبقى شكل البين وفي الاكزامينيشن زي ما ورنا الدكتور محمود ممكن نلاقي ان فيه دمانشت السنسيشن في البريشر في السيرمل في التوتش سنسيشن وفيبريشن السيمتومز قسموها البوستف سيمتوم ونيجاتف يعني ايه بوستف ونيجاتف؟ معناها في حصل وبيبقى دايما السنسيشن أو الهايبوالجيزيا أو الانالجيزيا ده معناها ان العيان حصل لكم بليت لصف سنسيشن والبوستف سيمتومز اللي هي بتبقى التنجلينج والبورنينج بين ده كله بيبقى معناه ان عيان لسه فيه انتكت سنسيشن طبعا هنعالج ازاي نيروباسيك بين دلوقتي في كل بيعتمدوا على بين كيلرز ايزر الانتي كونفالزنت اللي هما البريجابلين أو الجابابنتن وكان البريجابلين دلوقتي طلع لانه هو طبعا من الحاجات اللي توقفت عشان مشكلته طبعا هو بيعمل بدأ دلوقتي عندي الجابابنتن والتي سي اي وعندنا الاس انو ار اي او الديلوكسيتين دول من اهم الحاجات اللي بنستخدمها ازابين كيلر مشكلتهم في الديزنس مشكلتهم ان انا مبعافش اعمل للدوز اللي عيان نقدر اوصل اللي تحسن القلم عشان كده بدأهم دلوقتي يعملوا يقول لك من الادوية دي افضل من ان انا اخد واحد وابدأ بال بالفول دوز لتفايد السايد افكت لكن معظم الادوية زي ما قلتلكم عشان ما بنعرفش نوصل يعني الجابابنتن المفروض من الدوز توصل لغاية 3600 مليجرام دي رقم هوروبل طبعا فالاسف معظم العيانين البينردكشن بيبقى قليل جدا وتقريبا لما بنعالج العيان تلاقيه تقريبا المتفورمن المتفورمن هو اكتر دوا بيتكتب لتحكم الى طيب 2 ديابيتس والمتفورمن كان ليه قصة ان المتفورمن بيعمل بيعمل الفيتامين بي 12 مال أبزوربشن وبالتالي بيبقى العيان اكتر عنده الاجربيشن للنيروباسي العيانين اللي هما بياخدوا متفورمن بعض الأدوية او الحاجات التانية اللي ممكن بعضو تقصر على الفيتامين بي 12 ديفيشنسي زي العيان بقى لو عنده او اتروف الجسرايتس و دي ملاقيها طبعا معلها العيانين اللي عندهم الهاشموت و سايرودايتس تعمل الدراسات كتير جدا على الاسسوشيشن بتاع المتفورمن و فيتامين بي 12 ديفيشنسي والدراسات دي كلها اجمعت ان فعلا اللونج تيرم يوزو في متفورمن ده بيعمل لي فيتامين بي 12 ديفيشنسي عشان كده العيانين دول دايما بيبقى عندهم السيمتمز بنيروباسي بتزهر بسرعة و بتبقى اجريفيتد النيروفيت ازا فيتامين بي كومبلكس طبعا النيروفيت من الادوية اللي هي شركة فاركم متميزة بيها الفيتامين بي كومبلكس اللي هو بي 1 و بي 6 و بي 12 من الحاجات اللي هي بتلعب دور كبير قوي في النيرف تيشو سواء ان هو بيعمل ريمايلينيشن في الديمايلينيشن بيحسن الانرجي في النيرف وبيبريفنت الدامج ومن الحاجات الانتي اوكسيدنت وهم كمان مش بس كده هم كمان بيشتغلوا ان سينرجيزم يعني اقدر اعمل لهم كومبينيشن مع بعض السينرجيستيك افكت بتاعهم على النيرف بيحسن الانرجي وبيحسن الميتابوليزم في امينو اسد وبيحسن الميتابوليزم في فاتي اسد وبيقدر ممكن نعمل ريمايلينيشن في العيانين اللي حصل لهم دي مايلينيشن ديوتو للدرابيتس تعامل الدراسات على الفيتام بي كومبلكس واللي انا اقدر استخدمه اتعامل الدراسة لغاية خمس اسابيع خمس زيارات احنا نستخدم الفيتام بي وتأثيرها على ولو ان العيانين معظمهم اكتر من خمسين في المية حصل مع العيانين اللي استمروا على الفيتام بي كومبلكس الفترة تصل الى خمس زيارات بعد التريتمنت بعد كده بدأوا من يشوفوا بقى والفاسي سكور واحد من السكورز اللي هي بتعتمد او سبجيكتف على البيشنت والسنسيشن بتاعه هو بيدي سكور من واحد لغاية ستة اذا كان اللي فيه قلم تحسن بدرجات معينة فلقهم ان العيانين اللي هما اخدوا الفيتامين بي كومبلكس تحسن الفاسي سكور وقل النيرو باسيك بين وبالتالي الفيتامين بي اديشن في عيانين اللي عندهم ديابيتس من الحاجات اللي هي بتحسن النيرف فونكشن سبيشالي احنا نركز قوي على العيانين اللي عندهم ديفيشنسي فيتامين بي 12 او العيانين الكورونيك يوزرز متفورمين لقى ان ساعات بيحصل برضو أبيوز للفيتامين بي وبنستخدمه برعات كبيرة والفيتامين بي اكسس ده برضو بيبقى انديوسينج للنيروباسي فناخد بالنا من الحكاية دي الفيتامين بي برضو من الحاجات اللي هي بتنبروف النيرف سل واللي بيحسن الريجينريشن عشان كده لما اتعملت الافيكاسي بتاعته في البين عند العيانين اللي عندهم ضياباتك بريفرون نيرباسي وخده النيوروفيت او الخده الفيتامين بي كومبلاكس لو ان الافيكاسي في البين تحسنت جدا للعيانين اللي واخدين الفيتامين بي كومبلاكس عن العيانين اللي مش واخدين الميزة التانية بقى هي حتة الفيتامين بي كومبلاكس بلاس الجابابنتن قالوا ان الادشن بتاع الفيتامين بي كومبلاكس على الجابابنتن كان احسن حتى من البري جابابنتن وقدر الادشن بتاع الفيتامين بي على الجابابنتن يعمل حوالي 50% للنيروباسيك بين ودي كانت ميزة لأن مش بس ميزة أنه هو هيعمل الريدوكشن لا الميزة أنه فإذا أنا هتحسن البين وفي نفس الوقت هتحسن البين اللي بيحصل من سواء كان وده ممكن بيعرض العينين أنهما بعد كده بيحصل لهم فركشر أو العين بعد كده بيبقى دايما ديزي ويجي يشتكي لك ودي دايما بتبقى الميتشن بتاعتنا في اكتابة هذه الأنواع من الأدوية النيوروفيت طبعا الحاجات اللي هي لها تو فورم سواء كان التابلت فورم أو الأنبول فورم هو طبعا بيحتوع على الفيتام بي 1 250 ميلي جرام والبي 6 100 ميلي جرام والبي 12 250 ميلي جرام إذن أنا ممكن أدي تلغاية 3 مرات أقراص في اليوم أو ممكن أدي أمبول لو في السفير كيسز ممكن أدي أمبول دي أو ميلد كيسز أدي من 2 ل3 أمبول ممكن أستخدمهم برويك وبالتالي إحنا عندنا الفيتام بي فورماته مقدمها شركة فاركو بفورمات كتيرة وإحنا قلنا العينين الكورونيك يوزرز مفهود ياخدوا فيتامين بي كومبليكس لكن نعمل قوي وناخد بالنا قوي من الدوز ومنديش إكسس للدوزيس والقدشان بتاعه على الجابة بنت كان ليه سوبريوريتي عن أن أنا أستخدم البريجابلين في الاليفياشن بيئة البيئة نروسيان كمتشي